موسيقى السلام عليكم طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الثالثة المتوسط نتقيكم مرة أخرى من على شاشة فضائية العراق التربوية ونقدم لكم درجة جديد من دروس مادة الكيمياء طلبنا الأعزاء طلبة الصف الثالثة المتوسط شرحنا في المواضيع السابقة في الدروس السابقة شرحنا فصل السادس وهو المتضمن في الكيمياء العضوية وشرحنا الكيمياء العضوية تعريفها أنه هي أحد فروع علم الكيمياء المهمة لإرتباطها بحياة الإنسان والكائنات الحية الأخرى الذي يكون الكاربون كعنصر أساسي في تركيبها ويليه عناصر أخرى مثل الهيدروجين والأوسجين والنيترووجين إلى أخره شرحنا أيضا طلبنا أصناف الكيمياء العضوية أهمية الكيمياء العضوية شرحنا الهايدروكاربونات وصنفة الهايدروكاربونات مشبعة وغير مشبعة أيضا شرحنا غاز الميثان والأثلين طلابنا العزاء وصلنا إلى استعمالات الأثلين استعمالات الأثلين ويا طلابنا العزاء استعمالات الأثلين شهن استعمالات الأثلين يجينا السؤال يقول لي ما هي استعمالات الأثلين أولا يستعمل الأثلين هذا الغاز كمادة أولية في تحضير مادة اللدائن يستعمل هذا وإن يستعمل طلابنا العزاء تحضير مادة اللداء وين يسموها البلاستيك المستعملة في تصنيع الكثير من المواد والأدوات المستخدمة في الحياة اليومية ثانيا يستخدم الغاز في أنضاج الكثير من الخضروات بعد والفواكه ثالثا يستخدم في صناعة كحول الأثير وشرحناها طلابنا العزاء شنو كحول الأثير الذي حظلنا ذاك المحاضرة السابقة الذي قلنا كحول الأثير شنو كحول الأثير كحول الأثير طلابنا الذي حظلنا من قلنا يجي سؤال حظر مع رسم الجهاز وكتابة المعادلة الكيميائية من يحظر من التفاعل شنو كحول الأثير مع وجود كمية كافية من حامض الكبريتيك ورح يولد الأثير هسا وصلنا طلابنا العزاء هو غاز الأستلين شنو غاز الأستلين استاذ هو الأستلين شنو الأستلين الأستلين طلابنا العزاء الذي يستعمل في قطع المعادن أو اللحمها هسا نجي عليه ويا طلابنا زين استاذ الأستلين شو يكون لي يعتبر من الهايدرو كاربونات غير المشبعة ليش استاذ ذين بآسرة شنوة ثلاثية ويا طلابنا العزاء هذا الأستلين طلابنا هذا الأستلين الذي يعتبر شنو الأستلين يعتبر هيدرو كاربوني شنو هو مركب هيدرو كاربوني صيغته الجزائية سيتو أجتو ترتبط ذرة الكاربون فيه شنو بآسرة تساهمية شنوة ثلاثية شو طلابنا بآسرة تساهمية ثلاثية وهو يعتبر من الهايدروكربونات غير المشبعة الذي تسمى الألكاينات هذا بالنسبة إلى الأستلين نجي على تحضيره وكل مهم طلابنا العزاء بالوزاري تحضير الأستلين مين يحضر الأستلين ويا طلابنا أستاذ شون يجي السؤال السؤال يجيك نوبة طلابنا بعدة أسئلة مثلا يجي سؤال كيف يحضر غاز الأستلين في المختبر زين الأستاذ هو مو يعتبر صناعيا نعم أيضا يعتبر صناعي إذن مين يحضر يحضر مين غاز الأستلين نوبة يجي سؤال يقول لي حضر مع رسم الجهاز وكتابة المعادلة الكيميائية للتحضير غاز الأستلين مختبريا أو في المختبر يحضر متفاعل الجواب يحضر متفاعل كاربيد الكاليسيوم مع الماء راح يولد لي الأستلين مع هيدروكسيد الكاليسيوم ويا طلابنا إذن يحضر الأستلين مين يحضر أستاذ يحضر الأستلين مين يحضر الأستلين يحضر الأستلين مين أستاذ ويا طلابنا مع شنو تفاعل كاربيد الكاليسيوم مع شنو أستاذ مع كاربيد الكاليسيوم ويا طلابنا من تفاعل كاربيد الكاليسيوم مع الماء وهذه طريقة صناعية في الوقت نفسه إذن كاربيد الكاليسيوم طلابنا فعلت هذا كاربيد الكاليسيوم هذا مع الماء راح يولد لي سيتو أشتو غاز الأستلين وهيدروكسيد الكاليسيوم ويا طلابنا شوف هذا هنا شوف طلابنا شوان أجلأه والسهي المعادلة كذلك هذا هنا راح عندي ثم ينهان راح يولد لي هيدروكسيد الكاليسيوم هذا طلاب من العزاء بالنسبة إلى تحضير غاز الأستلين هس أرح وضح لكي بعد أكثر طلابنا حسب الرسم الجهاز شوف طلابنا شوف الرسم وياها الرسم مهم طلابنا تحضيره مهم كتابة المعادلة كميائية مهمة هذا كاربيد الكالسيوم شوف طلابنا هذا كاربيد الكالسيوم شوف طلابنا هي تموجود كاربيد الكالسيوم هذا هنا راح أجيب الدورق هذا أجيب القمع راح أضيف لكمية تدريجياً مية من الماء هذا انبوب توصيل هذا الحوض هذا الكأس أو البلاس هنا مرة يخرج عندي شي يخرج من عندي طلابنا شوف من خليت هذا كاربيد الكالسيوم وفاعلت وخليت الماء تدريجا مرة يأتي عن طريق نبوب التوصيل يأتي هنا عند الماء زينا أستاذ هنا شنو هاي الفقاعات شوف طلاب شوفوها هاي الفقاعات شن يا أستاذ هاي الفقاعات تعتبر غاز الأستلين زينا أستاذ الماء اللي يشبق بالأسفل لأن طبعا هو عند الغازات طلابنا العزاء دائما عندي الميثان والأثرين والاستلين يجمع بإزاحة الماء للأسفل أستاذ لي ما هو سبب أستاذ يجمع بزاحة الماء الأسود دائماً؟ لأن لا يتفاعل مع الماء ما هو أستاذ؟ لا يتفاعل مع الماء هذه الغازات الميثان والأثنين والأستنين لا يتفاعل النوع الماء طلابنا هسا نجي طلابنا هذا بالنسبة إلى رسم جهاز غاز الأستنين ومهم كل شيء طلابنا تحفظه مع المعادلة الكيميائية هسا نجي إلى خواص غاز الأستنين ما هو خواص غاز الأستنين؟ أستاذ ما هو خواصها؟ هذه مهمة طبعاً مهمة لنعيدكم أيضاً بالأسرة الفصل خواز غاز الأستنين شون أستاذ أولا عديم اللون دورائحة كريهة تشبه راح تثوم ثانيا لا يذو في الماء شون أستاذ لا يذو في الماء شوف طلابنا لا يذو في الماء بعد يشتعل بلهب داخل بعد يتفاعل مع ماء البروم الأحمد أستاذ يتفاعل؟ نعم وعدي معادلات لفظية أيضا مهمة خلنشوفها طلابنا ويايا شوف طلابنا إذن خواز غاز الأستنين قلنا أولا الغاز عديم اللون دورائحة كريهة تشبه رائحة الثوم ثانيا لا يذو في الماء ثالثا يشتعل في الهواء بلهب شنو؟ داخل فيما يشتعل في الأوكسجين بلهب أزرق باهد مع تولد حرارة عالية هذا عندك شوف طلابنا نحن لم نقلنا بالاشتعال من الفاعل الميثان والأثرين والأستنين من أحرقوية الهواء الجوي شرح يطلع عندي؟ كل هنطلابنا نحفظهن هذا عندك سؤال بأسة الفصل عند حرق كل من غاز الميثان والأثرين والأستنين من أحرقوية الأوكسجين شرح يولد لي؟ CO2 والماء إذن رح يكون لثنائي أوكسيد الكربون والماء تبقى الفرق وين الفرق؟ الفرق طلابنا بالمعادلة من أجاوازنها بالميثان رح خليلته بالأثرين رح خليلته هنا خلته 5 أستاذ ليش خليت 5؟ طلابنا لعزة هذا الأوكسجين إذن إجقد عندي 5 فيه 12 إذن أجي هنا هذة 2 فيه 1 2 4 فيه 2 8 إذن إجقد سهر عندي المواد المتفاعلة لازم تكون نفسها هي المواد الناتجة نجح النقطة الرابعة والمهمة يتفاعل مع ماء البروم شنو أستاذ؟ يتفاعل مع ماء البروم طلابنا وياها مهمة شوية ويزيل لونه ويعد هذا التفاعل طريقا للتمييز نوبات يجيب لك هذا السؤال مهم طلابنا شنو أستاذ؟ نوبات بعض الأساتذة يجيبوه يقول لك اذكر المعادلات اللفظية أو كيف تميز بين غاز الأسترين والميثان الجواب شنو أستاذ؟ من أجي أفاعل طلابنا العزة الأسترين أو الأسترين عكس الميثان ليش أستاذ؟ لأن الميثان لا يتفاعل مع ماء البروم الأحمر بينما الأسترين يتفاعل شوف طلاب وياها شوفوها عندك هذا الأسترين هاي شون يجي السؤال؟ يذكر المعادلات اللفظية هذا غاز الأسترين من فاعل طوية ماء البروم الأحمر رح يختفي اللون ليش يختفي أستاذ شون السبب؟ لأن يتفاعل بينما الميثان من فاعل طوية ماء البروم الأحمر لا يختفي أستاذ ليش ما يختفي؟ لما يتفاعل ويا هاي بالنسبة لطلابنا العزاء إلى المعادلات اللبضية الذي كيف تميز بين غاز قلنا الأستلين والميثال نجي على طلابنا تفاعلات الأستلين شوني تفاعلات الأستلين طلابنا؟ تفاعلات الأستلين أولا يستعمل إحنا جلنا وين يستعمل؟ يستعمل مزيج الغاز والأوكسجين في توليد الشعلة المسمى بالشعلة الأوكسستلينية وين تستخدم؟ تستخدم في قطع المعادن أو لحمها ثانيا وين يستعمل؟ ويا طلابنا ثانيا يستعمل كمادة أولية شوني أستاذ؟ يستعمل كمادة أولية ويا طلابنا في صناعة أنواع من المطاط والبلاستيك الذي يسمونه اللايلون وحامض الخليل طلابنا العزاء هاي بالنسبة إلى شرحنا استعمالات الأستلين هس وصلنا إلى كحول الأثيل طلاب ويايا كحول الأثيل شون كحول الأثيل؟ كحول الأثيل طلابنا عندي طريقة تين؟ طريقة يسموها الطريقة الصناعية وطريقة الثانية يسموها الطريقة شنوى؟ عندي تعتبر حديثة الطريقة القديمة شنو استاذ الطريقة القديمة؟ الذي من يحضر كحول الأثيل؟ كحول الأثيل طلابنا يحضر من؟ يحضر من تخمير العنب أو التمر ويا طلابنا؟ خلنا شوفها ويا طلابنا شوفوها الكحول كلمة عربية قبل ما أنس طلابنا كحول الأثيل سمنا الإيثانول C2H5OH الصيغة مهمة طلابنا الكحول كلمة عربية اشتغل اسمها اللاتيني الكحول وهي مادة معروفة منذ مدة كان من يحضر؟ يحضر من تخمير الدبس أو التمر أو عصير العنب بمعزن على الهواء ويا طلابنا حيث يتحول السكر بفعل إنزيم الخميرة إلى سكر بسيط ثم يتحول السكر البسيط بفعل إنزيم الزيميز إلى كحول الأثيل وثناء أوكسيد الكربون هذه المعادلة يسموها المعادلة اللي قضية طلابنا هذا السكر بسيط هذا إنزيم الزيميز سيولد لكحول الأثيل زائدا ثناء أوكسيد الكربون ثم يفصل الكحول بمحلول المائي بالتقطير ويحضر كحول الأثيل صناعيا أستاذ من يحضر صناعيا؟ من يحضر طلابنا؟ شوف هذا كحول الأثيل طلابنا الصناعيا ليس للطريقة القديمة سيحضر من التفاعل الأثيل مع من؟ مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز مع درجة حرارة أو ضغط شوف طلاب ويايا إذن ثم يفصل ويحضر كحول الأثيل صناعيا من مشتقات النفط يتفاعل غاز الأثيل مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز بعض وعوامل مساعدة أخرى مثل هالعوامل مساعدة أستاذ؟ مثل درجة الحرارة والضغط إذن نجي على المعادلة هذا الشي اسم السؤال؟ كحول الأثيل طلابنا أو سمناء الإيثانور أو سمناء الإيثانور تحفظوها التسمية إذن الأثيلين من فاعل توية الماء بوجود هذا عامل مساعد طلابنا عامل مساعد راح يولد لكحول الأثيل أو سمناء الإيثانور هذه مهمة طلابنا تحفظوها نهاية التحاضير ما يريد رسم جهاز نجي على خواص كحول الأثيل نجي على خواص الكحول طلابنا خواص كحول الأثيل طلابنا خواص كحول الأثيل طلابنا العزاء الذي هي سائل له درجة غليان أقل من درجة غليان الماء ويتجمد في درجة حرارة واطئة ثانية سائل ذو رائحة مميزة ثالثا مذيب جيد لكثير من المواد العضوية النقطة الأخيرة يشتعل بلهب أزرق باهد مكونا ثنائي أكسيد وبخار الماء شوف طلابنا أكثرية أخذناهم ذني الميثان والأثيلين والأستيلين عندما أحرقهم في الهواء الجو ما راح يصير عندي شوف أكثرية ذني عندك وقيت لك عندك هذا السؤال بأسة الفصل راح يولد كلهم من فعالة الميثان ولا الأثيلين والأستيلين ولا كحول الأثيل راح يولد لي بخار الماء وشين بعد؟ سيوتو إذن راح يولد لي ثنائي أكسيد الكاربون طلابنا والماء طلابنا الأعزاء طلبة السفة الثالثة المتوسط نحن إن شاء الله نتمنى من الله سبحانه وتعالى الموفقية والنجاح إلى هنا ينتهي درسنا هذا اليوم أمل اللقاء نلتقيكم في محاضرات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة